السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. عليها افضل الصلاة والسلام. النهاردة هنعمل معاكم البسكوت بالعجوة. واللي ما عندهاش عجوة في البيت وعندها بلح ناشف عادي هنشوف هنعمله ازاي. والطريقة بالزبط. آآ ده معانا بلح آآ ناشف يعني وكده. آآ يعني اللي هو مش عجوة. انا هشيل منه النواة. وفتحته. بعد كده هجيب بولا بلاستيك هحطي فيها الكمية اللي انا عاوزها. وبعد كده اغطيها المية السخنة اللي هي المية المغلية. تغطيها. هسيبها بالضبط خمس دقائق. هي بدأت ان هي تبقى اطرية. وبعد كده على طول هصف منها المية. وبعد كده هحطها في الكبة. وهبدأ ان انا اضرب فيها كويس جدا. بحيس يا جماعة ان هي تتفرم. وتصبح عجوة. شايفين انا باورها لكم من فوق كده من الكبة. اللي هو محضر الطعام. وبعد كده هحط طاصة بدون اي زيوت ولا اي حاجة ولا سمن ولا اي حاجة. وهبدأ ان انا اقلب فيها يمين وشمال بحيس ان المية تنشف منها. اول ما المية تنشف منها يا جماعة هنزل بمعلقة سمنة بلدي اه او زبدة. اه وبعد كده معلقة صغيرة اه ارفة على حسب يعني. ان انا هبدأ ان انا اقلب اول ما هتتشرب اول ما هتبدأ تتشرب هننشلها بقى. بعد كده طريقة عمل بسكوت اربع بيضات البيض البلدي. ولو بيض عادي اللي هو بيض المزارة هتاخد بيتين. كوباية سكر. ادي الكوباية دي اللي احنا هنستخدمها في كل المعيار. وكوباية زيت. وتلت كوباية ونص دقيقة او حسب ما العجنة تاخد. والفانيليا طبعا ما تنسوهاش. عندك سيلة حطي سيلة عندك بودر برضو حطي. المتوفر عندك المتاح حطيه. زي ما احنا قلنا ان بعد ما انا هبدأ ان انا اضرب في المقادير السيلة على بعضها في الخلاط. هحطها على الدي وزي ما الدي ياخد ممكن ياخد تلات كوبات وممكن ياخد تلاتة ونص على حسب الدقيق يا جماعة. لازم نستخدم آآ دقيق آآ يعني دقيق الفاخر بس انا استخدمت آآ دقيق فينه. وآآ وطلعت معي النتيجة زي ما انا آآ كنت عاوزة بصراحة. الطريقة جاملة جدا وسهلة ومش مكلفة. آآ في الاساس يا جماعين هي تتعامل ببتين مزارع. لكي انا مش عندي بيت مزارع عملتها باربع بيضات بلدي. ادي كمية الدقيق وعايزة كيس لبن بودر اللي هو اللبن نيدو. ومع معايا معلقة آآ بيكين بودر معلقة كبيرة بيكين بودر ومعلقتين نشا يا جماعة. تمام? بس انا نسيت ان انا هقول لكم معلقتين نشا. كمان مش عاوزة ان هي تبقى آآ نشفة معاك البسكوت. عادي ممكن ما تحطيش نشا برضو انا عملتها قبل كده من غير نشا كانت معايا طالعة كويسة جدا وجميلة. هبدأ ان انا اقلبها كويس جدا علشان كل المكونات تدخل في بعضها. وبعد كده هنزل بالآآ الحاجات اللي انا آآ دفتها على بعضها وضربتها في الخلاط هنزل بالضييق عليها. كده آآ تقلبيت كويس جدا. والسكر دف فيها. بص يا جماعة السكر احنا مش عاوزين سكر خشن احنا عاوزين سكر ابيض بس ناعم ومش سكر بودر. لا سكر آآ ابيض بس ناعم يعني اللي هو يبقى سهل ان هو يضرب في الخلاط. علشان ما يخرص معانا في العجينة. هبدأ ان انا اقلب كويس جدا. طبعا آآ المعلقة مش مرايحانة في العجن فهبدأ ان انا استخدم ايدي. طريقة سهلة جدا وبسيطة وبازن الله هتعجبكو. آآ بعد كده هوريكو العجينة بعد ما خلصت شايفينها. ودي العجوة بعد ما انا عملتها. ده برطماني القرفة هياخد معلقة صغيرة قرفة وهبدأ ان انا آآ ادوب فيها في في البالح اللي انا عملت عجوة شايفين شكلها يعني ما تختلفش عن العادية بس انا بحبها ان هي تبقى ما تبقاش نشفة. انا لو عايزة نشفها هتسيبيها على النار شوية تاني يعني قبل ما تحط الزبدة تسيبيها على النار اللي بفيها اكتر. بعد كده فرضت العجينة بالنشابة وهبدأ ان انا آآ يعني اقفلها من اللجناب علشان العجوة ما تفتحش معايا ومعايا شوكا وهنزل بضغطة جمدة عليها. انا بس بوريكو في دي شايفين شكلها? شايفين شكلها? ده يا جماعة آآ طريقة بسيطة وسهلة. ادي شكله شكله طحفة جدا. المفروض يا جماعة وانتي بتشريت شريب آآ بسكينة وقطاع علشان ما يفتحش منك. هبدأ ان انا اعمل باقي الكمية اهو بعملها بالنشابة زي ما انا قلتلكو وبعد كده هقسمها وحط بالمعلقة. آآ ممكن يا جماعة العجوة زي ما قلنا تبقى نشفة بس انا ما بحبهاش نشفة انا بحب احطها زي الشوكولاتة كده. لو عايزها نشفة سيبيها على النار شوية اكتر فترة اكتر علشان تتخلصي من المية اللي فيها. زي ما انا قلتلكو بالزبط بعد ما تتخلصي من المية كمية المية كلها دي في الزبدة ودي في الارفة. انا هنا بعمل بسرعة علشان آآ الوقت وعشان كانت فيه كمية كبيرة آآ عوزة ان انا اخلصها. ممكن يا جماعة تعملوا اشكال تعملوا زي بتاعة اللي بيستنوها في المدرسة. يعني على حسب الاشكال اللي انتم عايزينها. المهم العجينة تبقى كويسة والعجوة تبقى معاك كويسة. لو مش عندك عجوة برضو انا قلتلك تعملي العجوة ازاي في البيت. بطريقة سهلة ومش مكلفة. آآ كتير بنبقى طرعين من رمضان بيبقى عندنا البلحة الخشاف اللي هو الناشف ده. برضو تقدر يتعملي به. آآ طريقة سهلة وباذن الله تعجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعليوا الجرس عشان يبصلك كل جديد. وان شاء الله وصفاتي تنقل اعجبكم. آآ بص يا جماعة انا الصواني دي انا باحب اصوي فيها المغبوزات جميلة جدام في السوى. آآ بس بدل ما احط زيت في البسكوت من تحت يعني في البطن بتاع الصينية. آآ ففضلت ان انا احط ورقة زبدة. ورقة زبدة بتحافز على نظافة الصينية. شايفين الشكل اهو بعد ما اتعملت. وكمان البسكوت مش بتبقى شايلة مش بتبقى شايلة زيت. وكمان حركة آآ حركة الشوكا دي جميلة جدا. ادي شكله. آآ بص يا جماعة اهم حاجة آآ انت تشكليه زي ما انت عاوزة. انت ممكن تشكليه آآ بالقطعات بتاعة الاطفال. اللي هي اشكال آآ مصلص مستطيل زي ما انت عاوزة. بعد كده انا دخلت الفرن احطيته في الوسط على درجة حرارة مية وتمانين. سبت بالضبط نص ساعة وطلعته آآ كان معي زي الفل وطعم وطحفة. زي بتاع آآ برة بالضبط طعمه. وجميل جدا جدا.